اشتركوا في القناة طبعا يطلب مننا هون انه يعطيني متباينات رح نمثلهم بيانيا ثم نحدد رؤوس منطقة الحل ثم نجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى اللي هو نظام البرمجة الخطية اللي بتعرفوه لحظوا هذا البرمجة الخطية هذا النظام مؤلف من ايش مؤلف من ثلاث متباينات اللي هم حدود هذول المتباينات هذول اول ثلاث هذول متباينات هذول حدود للمنطقة وهاي تعتبر دالة كل هذا يسموه برمجة خطية او نظام برمجة خطية كيف نحله بروح نرسم المتباينات هذول مثلا واي اقل من خمسة برسم خط يقطع محور واي عند الخمسة واللي اقل تحته واي اقل من اربعة برسم خط عند اكس يساوي اربعة عمودي رأسي واللي اقل على اليسار ثم نرسم هاي الدالة ونحدد منطقات الحل بهذا الشكل لحظوا هذا الرسم الاول عندي هاي واي رسمتها على سوى الخمسة واي يساوي خمسة واللي اقل تحتها وهاي اكس يساوي اربعة واللي اقل على يسارها وهذا كيف رسمنا عملنا جدول واي يساوي سالب اكس لما واي صفر لما اكس صفر واي صفر لما اكس واحد واي سالب واحد ونرسم الخط تمام الآن بعده بروح نحدد رؤوس منطقة الحل هاي النقطة هاي وهاي النقطة وهاي النقطة ثلاث نقاط ايش هنا الثلاث نقاط هذول النقطة الاولى على مستوى الاربعة وخمسة اربعة اكس وخمسة واي والنقطة هاي والنقطة هاي على مستوى سالب خمسة مع خمسة النقطة اللي تحت اربعة مع سالب اربعة تمام ايش اعمل فيهم هذول النقاط الاربعة النقاط الثلاث عفوا ايش نعمل فيهم هذوما ثلاث نقاط نخذهم على الدالة نسوي جدول زيه نحط بدل اكس واي اكس واي اكس واي بنعوضهم بالدالة هون نشوف مين اكبر قيمة من ذول مين اكبر قيمة من قيام الاف ثمانية وعشرين هي اكبر قيمة اذا هذي بسميها قيمة عظمة ومين اصغر قيمة الخمسة وثلاثين هذي قيمة صغرة اذا نستطيع نقرر الاجابة زي هيك نقول قيمة العظمة هي ثمانية وعشرين عند النقطة اربعة وسالب اربعة والقيمة الصغرة هي سالب خمسة وثلاثين عند النقطة سالب خمسة وخمسة هذا هو اسمه البرمجة الخطية شوفوا المثال الثاني نفس الاشي رسمته واي اقل من ثلاث هاي واي ثلاث اقل تحت ورسمت المتباينتين وحددت رؤوس منطقة الحل طلعوا ثلاث نقاط هذا هما ناخذ الثلاث نقاط زي هيك نوديهم على الجدول ونعوضهم بالدالة هاي الدالة اللي تحت هاي هاي دالة يطلع هذول القيم القيمة العظمى هي عشرين وعند النقطة واحد وثلاث والقيمة الصغرى اللي هي الاصغر سالب اتناش عند النقطة سالب ثلاث وثلاث السؤال الثالث هذا هو النظام شوف لو بدأنا بالمتباينة الثالثة اللي تحت واي اكبر او يساوي سالب اربعة هاي هو الخطة الاخضر واي سالب اربعة فما فوق واي اكبر او يساوي سالب اربعة ورسمنا المتباينتين الثنتين هذول طلعوا خطين متوازيين بهذا الشكل وحصرنا المنطقة بينهم زي الدروس السابقة فهاي منطقة الحل لقينا نقطتين رؤوس هالنقطة وهون نقطة اللي هما اه اثنين وسالب اربعة واربعة وسالب اربعة لكن الرسمة مفتوحة من اعلى بدك تأخذ نقطة فوق هون تحقق من ضمن المنطقة بتشوف انه رايحة للاقل يعني انا عندي هون سالب ثمانية واربعين وعندي سالب ثنين وخمسين مش عارف هذولة وحدة منهم رح تكون قيمة عظمى ويكون ما فيش صغرى او وحدة صغرى وما فيش عظمى مين يقرر هذا الاشي ناخذ نقطة من ضمن المنطقة فوق ايك باتجاه البعيد مثلا اخذنا نقطة صفر واثنين وينها صفر واثنين هون هاي النقطة صفر واثنين عوضناها طلع الثمانية وعشرين اكبر من ذول هذول معناته احنا ماشيين لوين للأعلى للقمة الاكثر اذا ما فيه عندي قيمة عظمى لاحظوا هاي اعظم من هذول الثنتين ولذلك عندي فقط قيمة صغرى مين اللي هيس اصغر بهذول صغرى سالب اثنين وخمسين اذا انا عندي فقط قيمة صغرى ولا يوجد قيمة عظمى كمان مثال الرابع لاحظوا سالب اثنين واي محصورة بين السالب اثنين والستة برسم خط افقي عند السالب اثنين وخط افقي عند الستة واحصر واي بينهم ثم ارسم المتباينتين اذول اعملين جداول وارسومن وافحص منطقة الحل لان اشوفها دايما الاقل يكون تحت الخط هون اقل اقل يكون تحت الخط تمام نروح نرسومهم لاحظوا كيف حصرت منطقة الحل بين واي سالب اثنين وستة وهاي المتباينة الاولى وهي المتباينة الثانية وكل الحلين المنطقة تحتهم اذا هذا هو المثلث هو يمثل منطقة الحل هاي طلعنا النقاط الثلاثة اللي هم رؤوس منطقة الحل الرأس هذا اثنين وستة وين اثنين وستة لا هذا مش رأس هذا مش رأس الرأس هون سالب اثنين وستة الرأس هذا سالب اثنين وستة وهون سالب ثمانية وسالب اثنين ورأس المثلث الثاني اثنين وسالب اثنين الآن شو نعمل فيهم نأخذهم على الجدول وبنعوضهم هون ما في منطقة مفتوحة هنا في عندي قيمة عظمى وقيمة صغرى بعد ما عوضنا لقينا الستة وثلاثين أكبر اجري والسالب ثلاثين أصغر اجري إذن نقول قيمة العظمى هي ستة وثلاثين والقيمة الصغرى هي سالب ثلاثين ونقول عند أي نقطة هذا سؤال أربعة أما سؤال خمسة نفس الإشي بدنا نحصر الواي بين السالب ثلاث والسبعة نحصر واي بين سالب ثلاث وسبعة وثم نرسم المتباينات ونطلع نقاط الحل بنروح عليها بنلاقي الرسمة كيف بهذا الشكل بهذا الشكل عندي ثلاث نقاط عندي ثلاث نقاط وين هما الثلاث نقاط عندي النقطة الأولى ها كأنها سالب واحد مع سالب ثلاث سبين شو هاي النقطة أربعة واثنين وعندي هاي النقطة سالب ستة مع سبعة كأنها تمام هاي سالب ستة أضع ثلاث نقاط بنروح نعمل الهن جدول ونعوضن بالدالة هاي هاي الدالة اللي تحت هاي اف اكس واي هاي هي الدالة هاي هي الدالة بنعوض فيها الاكس والواي هون اكس بأربعة واي باثنين بنعوض ثم اكس بسالب واحد وواي بسالب ثلاث ونحسب على الآلة الحاسبة ولما بنطلع قيمهن بهذا الشكل ايوه هون ما فيش أقول هاي عظمى وهاي صغرى ليش لأنه الرسمة اوبن فتوحة رايحة لليسار بدي أخذ وحدة منهم هذول بدي أخذ وحدة من هذول يا المية وخمسة وثلاثين يا السالب ثلاثين متى أخذ المية وخمسة وثلاثين لما أقرر أنه في عظمى وما في صغرى أخذ المية وخمسة وثلاثين عظمى وأقول هاي العظمى وما في صغرى أو أني أخذ سالب ثلاثين صغرى وأقول ما فيه عظمى طيب كيف أنا بدي أقرر هذا الإشي بدي أخذ نقطة هيكة بل اليسار منطقة اليسار أقصى اليسار مثلا لو أخذنا نقطة مثلا رايحة سالب 100 x سالب 100 مع صفر هذه النقطة موجودة ضمن منطقة الحل لأن كل محور x السالب ضمن منطقة الحل يلا بنعود سالب 12 في سالب 100 يطلع 1200 1200 وتسعة في صفر بصفر إذن يساوي 1200 شو وضع 1200 مع اللي بالجدول عندي هون أعظم منهم أكبر منهم إذن على طول لا يوجد عظمى لأن كل ما مشيت يسار بيجيك رقم أكبر إذن يوجد قيمة صغرى فقط هي سالب 30 هنا لحظ أنا أخذت سالب 100 هم هنا أخذوا إيش سالب 21 عوضوا طلعت كمان قيمة عظمى أكبر من الـ 135 إذن لا توجد قيمة عظمى إنما يوجد قيمة صغرى فقط هي سالب 30 نكتبها نكتب عن يوجد قيمة صغرى فقط هي سالب 30 والسبب أني أخذت نقطة باتجاه اليسار البعيد ولقينها هنا أكبر من الـ 135 إذن ما أقدر أعتمد الـ 135 إنها عظمى ما ما بأصبر هنا هي أخذ نقطة ثانية سالب 21 نفس الإشي ضمن منطقة الحل عوضها طلعت أعلى من الـ 135 إذن ما بتقدر تعتمد الـ 135 إنها قيمة عظمى السؤال السادس رحنا رسمنا بهذا الشكل وطلعنا نقطتين الحل بهذا الشكل هيهم وعملنا لهم جدول بهذا الشكل وطلع النقطة الأولى صورتها سالب 6 والنقطة الثانية صورتها إيش 39.5 هاي سالب 6 وهاي 39.5 هل أعتمد إنه في عظمى وما فيش صغرى ولا أعتمد هاي الصغرى وأقول ما فيش عظمى كيف بدك تأخذ نقطة فوق لفوق بس لحظ ها في ميلان فبدك تكون دقيق في أخذ النقطة فأنا يعني شوية جربت عشان أعرف ما أخذ نقطة بعيدة بضمن منطقة الحل هاي كانت صعبة شوية فأخذت النقطة أكس بخمسين وواي بمية وفحصتها إنها تزبط عليهم الثلاث متباينات ولا لا فلما خدت مية ثنين بخمسين مية زايد ستة المية أصغر من مية وستة صح حطيت هون مية أكبر أو يساوي هاي بتصير مية ناقص ثمانية نعم وكمان حطيت هون مية وهاي عدد سالب إذن نعم إذن ضبطت تمام إذن الآن أخذت اختياري للنقطة سالب خمسين ومية ورحي تعوضتها وين بالدالة هون محل إكس حطيت سالب حطيت خمسين ومحل واي حطيت مية خمسة في خمسين ميتين وخمسين وأربعة في مية أربعمية ميتين وخمسين ناقص أربعمية فسالب مية وخمسين السالب مية وخمسين أقل من السالب ستة إذن ما أقدر أعتمد إنه السالب ستة قيمة صغرى ما أقدر أعتمد السالب ستة قيمة صغرى لحظه هو طالع لفوق لكن يوجد قيمة عظمى وكل ما طلعنا فوق بصير أصغر ليش لأنه الواي مضروب بسالب إذن لا توجد قيمة صغرى والقيمة العظمى هي تسعة وثلاثين ونص هذا سؤال ست ثقافة مالية بيقول يبلغ مجموع ساعات العمل اليومي لعمال قسم الانتاج في عندي قسمين قسم الانتاج وقسم الجودة قسم الانتاج بيشتغل مجموع عملهم العمال كلهم 200 ساعة على أكثر مجموع ساعاتهم وعمال ضبط الجودة أكثر إشي بيشتغلوا 90 ساعة ويبين الجدول الآتي عدد الساعات التي ينتجها يتطلب نوعين من الغسالات أنا الآن بدي أسمي النوع الأول من الغسالات العدد النوع الأول المنتج بدي أسميه النوع الأول تمام بدي أفرض هذا عدده اكس عدد النوع الأول اكس وعدد النوع الثاني واي اللي أنا صنعتهم تمام بده أكتب نظام متباينات يمثل هذا الموقف طيب أنا عندي قيود يعني متباينات تعني قيود قيود شروط أول شرط عندي قسم الإنتاج بده يكون أقل أو يساوي ميتة خلينا نكتبهم هون قسم الإنتاج أقل أو يساوي ميتة وقسم الجودة بده يكون أقل أو يساوي تسعين طيب النوع الأول الإكس هذول كم بدهن بقسم الإنتاج بدهن خمسة إكس يعني كل غسالة بدها خمس ساعات وكل غسالة قسم بواي بقسم الإنتاج بدها أربع ساعات أربع واي ذول لازم يكونوا أقل أو يساوي ميتين وكمان قسم الجودة كل غسالة من إكس بدها ساعتين زائد كل غسالة من واي بدها ساعتين وبدن يكونوا أقل أو يساوي تسعين وأيضا في عندي عدم السالبية شو يعني عدم السالبية إنه إكس ما بتكون سالبة أنت بتحكي عن عدد غسالات إذن إكس أكبر أو يساوي صفر وي أكبر أو يساوي صفر بنشوف ها عدم السالبية إكس أكبر أو يساوي صفر وي أكبر أو يساوي صفر المتباينة الثانية تاعة قسم الإنتاج والمتباينة الثالثة والمتباينة الثالثة التي تضبط لقسم الجود تمام الآن اللي بعده بدون نروح نمثلهم بيانيا طبعا إكس أكبر أو يساوي رؤوس منطقة الحل عندي أربعة نقاط تمام اللي بعده بيقول إذا كان ربح الغسالة الواحدة من النوع الأول ثمانين طبعا أنا عندي إكس من الغسالات قديش يجيبن لي ربح ثمانين ضرب إكس والنوع الثاني يربح خمسين ريال يعني خمسين واي أكتب دالة تمثلهم أيها الدالة إف إكس واي يساوي ثمانين إكس سائد خمسين واي هاي دالة الربح يسموها أو دالة الهدف أحيانا الآن نروح نعمل جدول للنقاط الأربعة اللي قبل شوية وبنعوضن بالدالة وين نشوفنا أكبر ربح ممكن أكبر ربح ممكن عند ثلاث ألاف ومئتين إنك بتصنع فقط من النوع الأول تترك النوع الثاني نهاي طبعا هون صفر يعني إنك ما تصنعش بالمرة ما تربحش تمام كله يربح لكن أفضل ربح إنك تصنع أربعين وفق القيود اللي عندك وفق القيود مش تقولوا لما أصنع هون أربعمية لا ما فيه ضوابط قسم الإنتاج وقسم الجودة ضابطاتك إذن وفق القيود أنت ما تستطيع تربح أكثر من ثلاث ألاف ومئتين إذن هذا هو شكرا لكم وإن شاء الله تعالى نعملكوا تدربوا حل على المسائل وعشان أنه فترة الامتحانات بدنا نعمل أيضا نحل اختبار الفصل ومراجعات وأي طالب عنده أوراق عمل بده مراجعات خاصة أو بده هذا إحنا إن شاء الله نقدم هذه الخدمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله طبعا خدمات خاصة إما تكون منتسبة أو تدفع بدل الخدمة شكرا السلام عليكم ورحمة الله